السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم متابعي الكرام اليوم نقدم مقطعا مختلفا بعيدا عن الدروس والشرحات لكنه سيفيد شريحة كبيرة من المعلمين والمعلمات أو محب الرسم وإعداد الدروس على الإنترنت ويخدم المعلمين الذين يقدمون دروسا عن بعد البداية كنت أبحث عن جهاز يمكنني من الكتابة باليد أثناء الشرح أو البث المباشر للدروس عن بعد فوجدت قدرا أحد المعلمين يسأل عن كيفية البدء في العمل كمدرس أونلاين فرد عليه أحد المعلمين قال له في البداية اشتري جهاز X-PIN فبدأت أبحث عنه أنا أيضا لأعرف ما هو وكيف يعمل حتى وجدته وشاهدت الكثير من المقاطع عنه حتى اقتنعت وطلبته وسعره مناسب جدا لمن يريد أن يبدأ العمل وعندما وصلني انبهرت به أكثر صراحة والجميل في التابلت أنه ينقل لك شاشة الكمبيوتر للعمل عليها من خلال التابلت بدقة صورة عالية جدا ربما أعلى من دقة الكمبيوتر والجميل أنك ترى الشاشة وتعمل عليها لأن التابلت القديم من هذه الأجهزة كان المعلم أو الرسام يعمل على شاشة سوداء ولكن هذا في قمة الروعة ومن جماله أحببت أن أشارك معكم التجربة يمكن أن تفيد أحد المعلمين أو الرسامين وعندما وصلني الجهاز وصلي بتغليف ممتاز وحماية عالية الجودة وهذا شكل التغليف الذي جاء به نفتح معا ونرى ما محتوياته يأتي التابلت في عدة ألوان وسنتعرف عليها لتجربة ويأتي معه مجموعة كبلات وهي بالتفصيل كبل الـ HDMI وكبل للطاقة فهو لا يعمل لا سلكي كما يأتي كبل إضافي لزيادة الطول عند الحاجة ويأتي معه قلم في غاية الروعة والدقة والمميز في القلم أنه لا يحتاج إلى شحن أو إلى بطريات فهو مزود بتقنية شديدة الحساسية كما يأتي مع القلم مجموعة كبيرة من السنون التي يمكن تبديلها عند تآكل السن وهذا قليل جدا وسأترك لكم رابط المنتج للتعرف عليه أكثر ويأتي معه أيضا الكماشة التي تنظف الشاشة ويأتي أيضا الجوانت الرائع حتى لا تطبع اليد على الشاشة ولا يعاكس أثناء العمل أو الشرح حتى لو لم نستخدمه اليد لا تؤثر في الشاشة الشاشة تتأثر فقط بالقلم وأيضا هذه التي تشبه الخاتم لتغيير السنون للقلم ويأتي التابلت بألوان جميلة ورائعة منها الأخضر والأزرق والوردي والأسود حجم الشاشة 11.9 بوصة أقل من 12 بوصة قليلا وحجم الشاشة رائع وسهل الحمل والراحة في العمل والرسم والشر شاشته كبيرة تحول الكمبيوتر أو اللابتوب إلى شاشة لمس التابلت متوافق مع الويندوز وأجهزة الماك وأجهزة الأندرويد الأجهزة الذكية أي يمكنك من توصيله بالهاتف من خلال كابل معين يتم طلبه منفصلا وهذه صورة توضيحية لأشكال الكابلات والتوصيلات للتابلت الكابل ناحية التوصيل بالتابلت وله فتحتان والناحية الأخرى ثلاث كابلات ويمكن تشغيله بكابلين فقط الأحمر مكتوب عليه طاقة والثاني للطاقة ونقل البيانات ويمكن الاستغناء عن كابل الطاقة ومن خلال المشهد نلاحظ فكرة التابلت وهي الربط بين التابلت والجهاز الذي تعمل عليه وتحويله إلى شاشة لمس من خلال القلم نتعرف على طريقة العمل على التابلت ونستخدمه في الرسم مع أحد الأصدقاء الرسامين لتوضيح فكرة الرسم ويوجد على يسار التابلت مجموعة من الأزرار لخدمة العمل والمميز بهذه الأزرار أنه يمكنك برمجتها على الوضع الذي يساعدك فهي لقلب الشرائح أو لحفظ ملف العمل أو المسافة والتكبير والتصغير والتراجع وتحريك العمل وكثير من الاختصارات نشاهد الآن كيفية استخدام التابلت في الرسم من خلال رسم كاركاتير واستخدام الفرش والألوان وبداية نستخدم الطبقات لرسم كروكي للعمل أو التخطيط البدائي للشكل ثم بعد ذلك يتم رسم الخط الأساسي لتحديد الشكل ثم بعد ذلك يتم رسم الخط الأساسي لتحديد الشكل والرسم ثم بعد ذلك يمكنك حذف الطبقة أو اللير المخطط عليها ليبدو الشكل أكثر دقة ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التلوين ليكون الشكل النهائي كما ترونه وهذه لعرض الفكرة سريعا وكيف تم رسم وتلوين الشكل لعرض الفكرة ونعلم أن الفنانين والرسامين يعرفون البرامج التي تناسبهم أكثر في الرسم من البرامج التي تتوافق مع الرسم وهي كما ترونها على الشاشة وعن نفسي استخدمت برامج أخرى للشرح ومنها الباور بوينت والرسام وبرنامج مايكروسوفت وورد والكتابة على ملفات البي دي اف وهي البرامج التي تخدم المعلم أكثر ومايكروسوفت تيمز وبرنامج الزوم وكل برامج الشرح أونلاين وهذه تجربة عملية لشرح الدروس أونلاين وعمل المقاطع من خلال تسجيل الشاشة وقد تم عمل شروحات بهذا التابلت للتجربة وإن شاء الله يساعدنا على سرعة العمل للمقاطع كما يمكن استخدامه في الكتابة بجودة عالية كأنك تكتب على الورق بضقة عالية جدا ووضوح عالي جدا وهذه النماذج كتبت بالتابلت وسأضع لكم رابط التابلت أسفل المقطع للتصفح للموقع لمن يهتم بذلك وسأرد على أي استفسار فيما تعلمته على التابلت ويجري تعلم المزيد وكيفية الاستخدام وهو سهل جدا جدا كما يمكننا مشاهدة مقاطع الفيديو عليه بجودة عالية جدا وإلى هنا نكون قد أنهينا المقطع وأرجو أن أكون قد وفقت في الشرح والتوضيح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر